بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان السنة الرابعة متوسط المعادلات والمترجحات إذن لننطلق على بركة الله قال لتكن العبارة أعطينا عبارة اسمها A تسايلنا 3X-5 حيث هذا الـ X هو عدد حقيقي قال أحسب القيمة المقربة إلى 10 قوة ناقص 2 يعني عددان وراء الفاصلة 10 قوة ناقص 2 معناها عددان وراء الفاصلة بالنقصان للعدد A من أجل X كم يساوي؟ X يساوي لنا جذر 2 ما معنىها ابناء؟ معنى أن نأتي بهذه القيمة ونعوذها في هذا المكان في مكان ماذا؟ في مكان X إذن أولا نكتب عنوان الجواب نقول حساب القيمة المقربة للعدد ما هو العدد أبناء؟ اللي هو العدد اسمه A أكيد إلى 10 قوة ناقص 2 إذن لما نأتي ونعوذ في هذا الموضع هكذا فيصبح لنا A يساوي إذن نقول من أجل من أجل X يساوي جذر 2 يعني في مكان أي أي X ناجده نعوذ بجذر 2 فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا 3 في جذر 2 هكذا ابناء ناقص 5 يصبح A يساوي ثلاثة جذر 2 بالقيمة المقربة لهي كم؟ لهي 1.41 تابعوا جيدا هكذا 1.41 1.41 ناقص 5 لما نقوم بعمل الحساب بالآلحة وتعطينا A يساوي 4.23 ناقص 5 نكمل الحساب بالآلحة وتعطينا A يساوي لنا ناقص 0.77 ها هي عشر قوى ناقص 2 يعني عددان وراء الفصيلة بهذه البساطة المطلقة فقط أبنائي أجبنا على ماذا؟ أجبنا على السؤال الأول ناتي الآن أبنائي إلى السؤال الثاني قال حل المتراجحة A أكبر أو يساوي لنا الصفر إذن نقول حل المتراجحة ما هي المتراجحة؟ هي A أكبر أو يساوي لنا الصفر ما علينا إلا جلب قيمة A ها هي يا أبنائي انظروا جيدا ونقول أكبر أو تساوي الصفر لاحظوا جيدا ننقل هذا إلى هذه الجهة فتصبح لنا ثلاثة X أكبر بما أنه ناقص 5 يغير إشارة فيصبح لنا 5 أو زايد 5 بما أن العدد هذا قيمة مجابة فيمكن أن نقسم على ماذا؟ نقسم على ثلاثة أو أنه هذا ينتقل إلى هنا إلى المقام لكن إلى المقام فماذا ينتجي أبنائي؟ ينتجي لنا X أكبر أو يساوي 5 على ثلاثة إذن ما هي مجموعة الحلول في هذه الحالة؟ أبنائي إذن مجموعة حلول المتراجحة ما هي المتراجحة؟ A أكبر أو يساوي السفر هي ماذا؟ نتابع إذن هي كل قيم X الأكبر أو تساوي ماذا؟ أبنائي تساوينا 5 على ثلاثة اللي هي بتقريب 1.66 إذن هذه فيما يخص أو كذلك يمكن الرمز لها بS يساوي من ماذا؟ من خمسة على ثلاثة إلى غاية الزائد ما لا نهاية نتابع جيدا كما عندنا قال ثم نمثل مجموعة الحلول بيانيا إذن نقول مجموعة إذن مجموعة الحلول بيانيا أكيد للمتراجحة دائما أكبر أو يساوي السفر هنا أبنائي نقوم أولا برسم معلم خطي هذا هكذا أكيد من نقص إلى الزائد من النهاية ونعين إذا كان هنا السفر ها هو السفر فعندنا خمسة على ثلاثة والفعل هي 1. إذا كان هنا الواحد وهنا الاثنان وهو واحد فاصل وهنا الاثنان وواحد فاصل ستة والستون معنا ابنائي نأتي إلى هذا الموضع هكذا ونقوم بهذا الفعل لاحظوا هكذا أبنائي حتى نظهر مجموعة الحلول هنا عندنا المعلم يقوم بهذا الاتجاه فأكيد مجموعة الحلول أين تكون تكون من هنا إلى الزائد ملانيه أما البقية هذه الجهة يا أبنائي التي نشطبها ليس بحلول إذن الحلول تكون من القيمة ماذا؟ من القيمة الخمسة على ثلاثة إلى غاية الزائد مالا نهاية فقط الآن بعدما أكملنا مع هذا السؤال نأتي إلى السؤال الجزء الثاني قال أنشر ثم بسط العبارة ب إذن نقول نشر وتبسيط العبارة هذه العبارة اسمها ما هو يا أبنائي اسمها ب هنا ما علينا إلى تطبيق تلك الجداءات أو متطبيقات الشهيرة فقط لاحظوا جيد إذن أراد منا أولا أن نقوم بعملية النشر لكن هنا قبل أن نأتي إلى عملية النشر لاحظوا إلى هذه القيمة أليس مكتوبة A ناقص B الكل مربع نعم إنها مكتوبة على ذلك الصنف إذن ما علينا إلا التفكير في المتطابقة الشهيرة الثانية التي تقول A ناقص B الكل مربع يسايل لنا A مربع زائد B مربع ناقص 2 في A B هذه مشهورة تطبيق شهيرة يا أبنائي ها هي أبنائكم الآن تعالوا نطبق على هذا المثال ذلك حرفيا ها هو الآية يا أبنائي هذا هو الآ وهذا هو البي فيصبح لنا بي يسايل يسايل لنا A مربع الآقل هو ثلاثة X لما نربعه لربع الثلاثة هي تسعة والX لما نربعه يسبح X مربع زائد B مربع البي هو خمسة لما نربعه يسبح خمسة وعشرون ركزوا هكذا ناقص نكتب ناقص 2 في A ها هو A وهو ثلاثة X في ماذا في B ما هو البي ها هو يا أبناء البي البي هو خمسة زائد هذه ليس لنا ندخل فيها يا منشورة زائد تسعة X مربع ناقص خمسة وعشرون فقط نكمل الآن أبنائي تصبح لنا بي يساوي عندنا هذا مع هذا كم يا أبنائي تسعة X مربع مع تسعة X مربع يعني تسعة حبات مع تسعة حبات كم؟ ثمانية عشر X مربع عندنا كذلك لو تلاحظون أن هذا له عكس إشارة هذا يذهب مباشرة متساويا لكن متعكسا في الإشارة فليذهبا وعندنا كذلك نلاحظوا أبنائي عندنا هذا في هذا كم؟ يصبح لنا ستة ستة نضربها في هذا العدد كم؟ في خمسة كم؟ يعطي لنا ناقص ثلاثون ماذا؟ X لكن ما زال هنا X إذن وعيد ربما هنا تختارت عليكم الأمور هذا في هذا كم؟ ستة الشيء الذي وجدناه يضرب كذلك هنا في خمسة ثلاثون X الـ X الـ X ما زال موجود إذن ماذا وجدنا يا أبنائي؟ وجدنا B ها هو إذن B أصبح يساولنا ثمانية عشر X مربع ناقص ماذا؟ ناقص ثلاثون X فقط الآن يمكن الشيء الذي وجدناه أن نجعله هكذا في إطار حتى يكون أمرنا منظمة أبنائي الله نقطة نقطة حتى تتعلمون الآن بعدما أكملنا مع هذا الجزء وهذا السؤال نأتي إلى السؤال آخر قال استنتج أن والسؤال لما تجدوه يا أبنائي استنتج أن يعني لا تتعب عقلك كثيراً الجواب في الذي قبله أو الذي قبله قبله فقط لاحظوا جيداً إذن نقول استنتاج أن استنتاج أن أن هذه العبارة هي نفسها لعبارة B نحن ماذا نملك يا أبنائي نملك أن B هو هذا نقول لدينا بيساوي 18x مربع ناقص 30x هذا الشرط الأول وهو أراد مننا أن نصل إلى هذه القيمة يا أبنائي ألا تلاحظون أن يمكن هنا أن نستخرج الثائل 6s كعام المشترك يقول أحدكم لكن كيف يا أستاذ لاحظوا جيداً معي B في الأصل ما هو أليس هو 6 في ماذا 6 في سوف نكتبها هكذا أفضل في 3 3 في x مربع نعم لأن 6 في الثلاثة ثمانية عشر ناقص الثلاثون ما هو هو 6 في 5 x تعالوا نستخرج هذه مع هذه كعام المشترك من هنا هذا الشرط الأول ونأتي إلى x مربع هذه يا أبنائي سوف نفككها إلى x في x تابعوا بأمعينكم وتعالوا نستخرج هذا مع هذا كعام المشترك إلى هنا ركزوا فماذا ينتج يا أبنائي ينتج لنا B يساوي نستخرج قناة العام المشترك لهو 6 x ونلاحظ ماذا يبقى لنا أكيد بالداخل لما قمنا بنزعه من هنا ومن هنا كعام المشترك ماذا بقيت لكم هذه القيمة التي هي 3x فقط ومن هنا كذلك نستخرجه وكعام المشترك استخرجنا ومن هنا استخرجنا ماذا بقيت بقيت لنا إلا هذا العدد وهو ناقص 5 أليس هو الجواب يا أبنائي نعم إنه هو الجواب نقول ومنه ها هي القيمة ظهرت مثل التي أعطيت طلبت منها فقط الآن بعدما اكملنا مع هذا السؤال يا أبنائي جاء وقال حل المعادلة بتساوي السفر نقوم لاحظوا نقطة نقطة أبنائي حتى تعلموا لاحظوا نقطة نقطة حل المعادلة حل المعادلة بتساوي الصفر ما علينا الآن يا أبنائي إلا أن نأتي بالعبارة التي قمنا باستنتاجها عليكم أن لا تأتيوا بالعبارة الأولى لأن العبارة الأولى لا توصلكم إلى شيء يا أبنائي من هذه الأشياء ربما سوف تسقطكم في شيء لا تصل إلى الجواب يأتي الكثير من الطلبة ويقول نقوم بحل هذه المعادلة بي تساوي السفر لا دائما أعملوا بالشيء المحلل دائما أكرر استعملوا العبارة المحللة في حل المعادلة والمترجحة إذن هنا عندنا لاحظوا جيدا بي يساوي 6x في 3x ناقص 5 نجعلها تساوي السفر تقول القاعدة فتصبح لنا 6x في 3x ناقص 5 تساوي السفر تقول القاعدة عندك عددان مضروبان في بعضهم البعض يساوي السفر إذا قلنا هذا هو الآ وهذا هو كليا هو بي مضروبان في بعضهم البعض يساوي السفر تقول قاعدة إما الآ هو الذي يساوي السفر ما معناه؟ معناه إما 6x يساوي السفر أو هذا هو الذي يساوي السفر لهو ماذا؟ لهو 3x ناقص 5 تساوي السفر هذه القاعدة قاعدة العامة يعني بلغة عندنا شخصان وخبزة ذهبنا واتينا واجدنا الخبزة قد أكلت من أكلها؟ إما أكلها الآ أو البي أو الاثنان تفق وأكلها يعني السفر هو نمثله كخبزة تابعوا جيدا أبنائي تقول قاعدة هنا هنا في هذه المعادلة الكثير يقول ومنه x يساوي ناقص 6 لا يا أبنائي بما أن الستة مضروبة في الـ x أي دائما تقول x يساوي هذا العدد لهو السفر على هذا يأتي إلى المقام مع إشارته لأن الكثير يقول ناقص 6 لا يا أبنائي لو تعود 6 في ناقص 6 تعطيك ناقص 6 و30 ليس سفر إذن هنا نكتبها هكذا فتصبح لنا سفر على ستة إذا لم تعرفوا ذلك قموا بالألحس بسوف توطيكم سفر هل نحن على السواب؟ نعم ستة في سفر كم؟ سفر إذن نحن على السواب نأتي إلى المعادلة الثانية أي ننقل هذا إلى هنا فيغير إشارته فماذا يصبح يا أبنائي؟ فيصبح لنا ثلاثة x تابعوا فقط تساوي ناقص تصبح لنا خ زائد خمسة ومنه هذا في فينقل إلى المقام أي x يساوي خمسة على ثلاثة إذن نقول حلول المعادلة بي يساوي السفر هي ماذا أبنائي؟ هي x يساوي السفر وماذا؟ وx يساوي كم يا أبنائي؟ يساوي لنا خمسة على ثلاثة يعني لو نعوذ هنا بالصفر تعالوا نعوذ أمر السفر سفر 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 في ستاكم سفر وبما أنه يضرب في هذه القمة يصبح سفر كليا إذن السفر يحقق كذلك لو نأتي إلى القمة خمسة على ثلاثة ونعوذ كذلك عوذ هنا بخمسة سفر سفر في هذه القمة تعطيكم كذلك سفر إذن القيم التي وجدناها يا أبنائي نعم إنها قيم تحقق بأبسط طريقة وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية كي نكمل معكم مسير وزوروا صفحتنا اللي هي صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا